الحديث أكثر عن نفوذ الميليشيات والتحولات التي يشهدها الشارع العراقي في سياساتها الاقتصادية ينضم إلينا عبر الهاتف من هيلسنبورغ بالسويد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية فرات خورجين أهلنا بك سيد فرات بداية ميليشيا فرقة العباسة التابعة للعتبة تستعرض بالدبابات وبالذخيرة الحية تحت أي بند يمكن لهذه الميليشيات أن تمارس مثل هذا الاستعراض وهل هو جزء من الابتزاز الذي تمارسه هذه الميليشيات تفضل بداية السلام عليكم وعلى مشاهديك الكرام أخي العزيز أن التغول الذي حصل في الحجد الشعبي والميليشيات التي تكون هذا الحجد هو تغول غير طبيعي يعني ليس له ثابق أو شبيب في المنطقة ككل هذه الميليشيات أصبحت تستحول على أسلحة من المفترض أنها خاصة بجيوش وليس بفطاء المسلحة وأصبحت الاستعراضات العسكرية ثم من استماع هذا التواجد للسلاح المنفلد والغير منضبط وكلما حاولت الحكومة العراقية أن تصرح بأنها قادرة على ضبط هذا السلاح أو أنها قادرة على كبح جماع هذه الميليشيات نجد أن هذه الميليشيات تقوم بالتعراضات وعمليات تفنت ما تصرح به الحكومة وكأنها ترسل رسالة بأن كلام الحكومة في واد وأعمالها في واد الأرض سيد فراط العام الماضي تبنت ميليشيات مجهولة الهجمات على السفارة الأمريكية كما تعلم منها ميليشيا أهل الكهف في وقت أهدأت الميليشيات المعروفة من وطيرة المواجهة مع القوات الأمريكية السؤال هنا هل هي محاولة للمناورة للترتيب لمخطط التحول في سياساتها بداية أن ما قامت به الميليشيات في السنة الماضية لم يكن فعلا في حقيقته من باب المقاومة أو كما تدعي في محاولة لإخراج القوات الأمريكية بل هو كان في مساعيها للوصول إلى السلطة وبعد وصول الإطار الذي هو يسيطر على أغلب تلك الميليشيات أصبحت تلك الميليشيات في مجال آخر وهو الطموح الاقتصادي والمنافع المالية لذلك بدأت الحكومة أول ما بدأت بالسماح بتأسيش شركة المهندس التابعة للحشد الشعبي برأس مال من الخزينة العراقية وأفراد يستلمون رواسف أيضا من الدولة العراقية مقابل أن يستثمروا تلك الأموال لصالحهم ولصالح أحزابهم وهذه سرقة باب جديد من أبواب السرقة التي تقوم بها الميليشيات وأحزاب تحدثت سيد فراط عن تأسيش شركة المهندس وأنها باب جديد للسرقة كما قلت السؤال الجديد يعني إلى أي مدى ترى أن هذا التحول من الميليشيات هو خطوة نحو التفرغ للمشروعات الاقتصادية التي بدأت تتوغل فيها الميليشيات بشكل أكبر وملفت للأنظار كجزء من أهم مواردها تفضل الانتقال التي قامت بها الميليشيات في هذه الحركة هو أنها تحولت من مرحلة أخذ الإتاوات من الشركات التي تقوم بتنفيذ المشاريع إلى الاستحواذ على المشاريع نفسها وهذا هو نموذج مستنسق عن ما يقوم به الحارس الثوري الإيراني في إيران حيث يستولي الحارس الثوري على كافة المقاومات الاقتصادية هنا نتساءل كيف يمكن للحكومة العراقية إقناع المستثمر الأجنبي وشركات عالمية رطينة أن تأتي لتعمل في العراق وهي تعلم متفقا أنها ستدخل في منافسة طحة مؤسسة تمتلك فصائل مسلحة وتمتلك نفوث فياتي هذا يعني يدمر الاقتصاد العراق ويدمر فرصة وجود استثمار أجنبي ناجئ ميدل إست آي كشفت سيد فراط عن خلافات بين زعماء الميليشيات على المصالح الاقتصادية والأمنية السؤال هنا إلى أي مدى ترى أنه من الممكن أن يتحول هذا الواقع الاقتصادي الذي تحاول إيران والميليشيات صناعته إلى أي مدى يمكن أن يتحول سببا للاحتراب بين مختلف الميليشيات على الغنائم الميليشيات دائما لا تدخل في صراع مباشر بسبب وجود من يعني يسيطر على سمفونية الميليشيات بالإيران المعزوفة الإيرانية هي السائدة على الساحة الميليشيوية بالإيران وكلما يحصل هناك خلاف نجد تدخل من قبل الحارس الثوري المتمثل سابقا كان إخاسم سليماني والأنبي قاعاني والإرشادات التي تأتيهم من المرشد الأعلى في إيران ويسم تقسيم المنافع بما يرضي الأطراف حتى إن كان بعض الأحيان ينسق الصرف من طرف آخر كما حصل في الصراع بين الإطار والتيار الصدري على السلطة ثم استقرت الأمور على أن تمكبح جماح أحد الطرفين واستحوار الصرف الآخر على السلطة بطريقة أساءت للعراق والديمقراطية التي يدعون أنها موجودة بأن أوصلت الخاترين وشكلت حكومة من أفراد لا يستحقون حتى أن يكونوا ضمن مقاعد الفرد إلى سؤال جديد سيد فرات بحسب منتدى الخليج الدولي للدراسات فإن ميليشيا الحشد تتوجه لأن تكون نسخة من الحرس الثوري الإيراني السؤال هنا إلى أي مدى ترى أن هذه الترتيبات والتوغل الاقتصادي للميليشيات يمهد فعلا لأن تكون الميليشيات حرسا ثوريا جديدا هي بالأساس وصلت لهذه المرحلة يعني سابقا كانت جزء من الحرس الثوري تأتمر بأوامر قيادات الحرس الثوري الآن هي البديل والسبب في ذلك أن الانهيار الكبير في الاقتصاد الإيراني جعل الحكومة الإيرانية والحرس الثوري يسعى إلى استثمارات جديدة والبديل الوحيد والأفضل حاليا في المنطقة هو العراق لذلك نحن لا نمكننا القول بأن الحجد الشعبي هو حجد عراقي حاليا بقدر ما نقول هو حرس ثوري إيراني مبطن بغلاف عراقي نعم للسؤال الأخير سيد فرات يعني هناك من يرى أن السوداني يحاول الوقوف أمام هذه المشاريع وتغول الميليشيات ولكن أيضا هناك من يرون أن السوداني بالفعل يقوم بما يلزم من أجل تحجيم هذه الميليشيات كيف تعلق على ذلك؟ بالعكس تماما السوداني خاض بالكامل لهذه الميليشيات ويمشي على قطاها ويأتمر بأمرها وقد صرحوا قادة الإطار التنسيقي بأكثر من مرة وبطريح العبارة بأن السوداني لا يمكنه اتخاذ أي قرار دون الرجوع إلى الإطار التنسيقي وهذا الكلام صدر عن نور المالكي وعن قيس الخزعلي وآخرين هذا يجعلنا نتأكد بأن الإطار التنسيقي هو من يحكم حتى لو كان السوداني يدعي باستقلالاته أو أنه قادر على إدارة المنك الوزاري بعيدا عن المجاذبات السياسية في الإطار وغيره من هيلسنبورغ بالسويد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية فرات رشيد فرات خرشيد كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك